بسم الله الرحمن الرحيم معكم نونا الحرفة من قناة على المطبخ النهاردة هنعمل اول حاجة في التجهيزات رمضان كل سنة وانتوا طيبين هنعمل طبق الفول الجميل اللي قدامنا ده شايفين شكله شايفين جماله اذا عجبك الفيديو ما تنسنش في اللايك واشترك في قناتي ودخلي على قناتي على اليوتيوب وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد معنا هنا نصف كيلو من الفول طبعا منقوع ومخصول ومعنا هنا كوباية من العدس ومعنا لمونة معنا هنا حلة هنعملو في الحلة النهاردة وحيطلع الطبق في منطقة الروع وحنحط اللمونة بتاعتنا وهنحط العدس كوباية العدس اللي معانا ديت وحننزل عليهم بمية سخنة بتغلي ايوة لازم تكون المية سخنة وبتغلي ما ينفعش تحطي له مية بردة لانك لو حطيتي مية بردة هيجرمز معاك ومش هيستوي بسهولة وحيبقى لونه غامق لكن لما هنزلي عليه بالمية السخنة اللي بتغلي هتبصي تلاقي لونه فاتح وحيستوي معاك بسهولة وحيطلع طبق في منطقة الجمال تعال نشوف احنا عملنا ازاي؟ اهي المية السخنة هي حنحطها دلوقتي طبعا هنسخاني مية في كاتل هنسخنيها في حلها على حسب ما تحبيه زي ما يكون عندك هنرفعه على النار واول ما يغلي هنوطي النار عليه هنوطي النار عليه اهو قدامنا اهو شرب المية بتاعته طبعا احنا موطينا عليه اول ما غلي هننزل عليه بمية سخنة بتغلي وهنسيبه برضو يستوي الفول ده اخد معانا مدة السوى بتاعته ساعتين بالزبط ساعتين بالزبط بصي بقى المرحلة التانية شرب برضو المية بتاعته اهي قدامك هننزل عليه برضو تاني بمية سخنة بتغلي كل المية بتاعته ما تنقص انت بتزوديه بمية سخنة بتغلي هو اخد مدة سوى ساعتين بالزبط اهو استوي معانا الفول اهو فضل لنا بقى التركة اللي احنا بنحطها في الاخر التركة دي بيحطوها في المحلات بتاعت الفول هي عبارة عن معلقة من الدقيق ومعلقة من الكركم ومعلقة من البابريكا وبتحط عليهم مية بتحط عليهم مية وبتدو بيها وبتحطيها فوق الفول بتاعك هيغير شكله وقوامه وحيبقى في منتهى الروعة دلوقتي تعالي شوفي احنا هنعمل ازاي احنا حطينا عليهم مية اهو وحنقلب كويس قوي اهو وحننزل بيهم على الفول ودلوقتي تشوفي الفول شكله هيتغير معاك ازاي اهو بتنوب احنا الثلاث حاجات مع بعض وحننزل بيهم على الفول بتاعنا اهو وحنقلب كويس دلوقتي تشوفي الفول حيبقى شكله ايه ولونه وقوامه بسم الله ما شاء الله بصيه شايفة شايفة لونه تغير ازاي شايفة قوامه تقل ازاي ما شاء الله عليه وهي تتركة بتاعت المحلات احنا عملنا طبق الفول بمنتهى السهولة وما عندكش الفوالة هتعملي في حلة يعني مفيش حاجة توقفك هتعملي باللي موجودة عندك والمكونات كلها موجودة في البيت مفيش حد فينا ما عندوش عدس في البيت ولا عندو لمون دي حاجات موجودة في كل بيت بصيه الطبق الفول الجميل اللي قدامك ده ما شاء الله عليه وما خدش في ادنا ثواني ولا مجهود ولا اي حاجة اذا عجبت الفيديو اشتركي في قناتي وما تنسينيش في اللايك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وكل سنة وانتو طيبين شكرا